يساعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم أنا أم منذر واليوم رح نعمل مع بعض خبز بالطحينة حلو كتير كتير سهل وخفيف أنا عملته بطريقة واليوم رح عمله بطريقة مختلفة شوي بكتب المقادير تحت الفيديو كمان بحكيه وأنا عمشتغل يلا سوا نشوف المقادير وطريقة التحضير حطيت هون 3 أكواب من الطحين هذا الكوب التالك وتضيف عليه رشة صغيرة من الملح ومعلقة من السكر ومعلقة من الخميرة هاي المواد الجافة رح خلطهم كلهم هيك مع بعض عندي هون تقريبا بهاي المعلقة الكبيرة 6 معلقة من الزيت كمان بضيفهم فوق الطحين وفيكم تستخدموا الزبدة كمان تقريبا شي معلقة فيكم تحطوه من الزبدة معلقة كبيرة تكون شوي خلطهم كلهم هلا بدي حط مي دافية على مهلية شوي شوي حسب حاجة لطحين عندكم بتحطوه المي خلص بعد ما صارت عندي عجينة هيك بها الشكل هادا بدي اكوورها عملها على شكل كرة وحطها لحتى ترتاح وتتخمر قريب الساعة هون حطيت أربع معلقة من السكر بتحطوه يعني كمية لليه إذا حتجتوه بفيكم نضيفه وعليهم معلقة من القرفة وبخلطهم وهلا بنشكل العجينة بعد ما اختمرت رشيت شوي ملطحين على الطاولة وبدي نزل عليها العجينة بعد ما صارت بهالشكل هادا هلا بدي أطعها لثلاث أقسام لسهل على حالي الشغل فيكن طبعا تفردوها كلها كامل بس رح تلبك شوي من هيك أنا بدي أطعها لثلاث أقسام طبعا الكرة بتكون كبيرة شوي وهلا بدي أفردها بتركت الثانين على جنب يرتاحوا وهلا بدي أفرد هاي الأول قطعة بعملها بشكل يكون بيضوي شوي يعني ما بتكون كتير دائرية الأسهل لحتى تفرد معنا حطيت عليها تقريبا معلقتين من الطحينة حسن ما تكونوا أنتم كبرين القطعة يعني ما هم تغطوا سطح العجينة بالطحينة أو الراشي بفرد اللطحينة على السطح كامل يعني كامل العجينة بعدين بدي ضيف السكر والقرف اللي هجهزنا قبل شوي مع بعض هلا مثل مواضح بالفيديو فتحت شوي بالقسم يعني بالنص هيك فتحة صغيرة وبلشت يعني افتلهم هيك لحتى غطية الكل يعني نلفة كلها للأخير وبعدين بس وصلت للأخير بسكرة من على الحواف بحاول انضغط عليهم كمان لحتى انه ما يضل يطلع مسا تطلع لطحينة أو السكر من قلبها هلا كمان بدي ضيط عليهم هلا هدول هاي القطعة اللي شفتوا رح تعملي أربع راس من الخبز لطحينة أنا أسمتها بالنص كمان لا سهل على حالي الشغل وباخد القطعة الأولانية وبصير بفردة هيك لحتى قد ما فيكن تمدوها بيكون أفضل يعني قد ما مدت معكم مدوها وهي العجينة كتير بتكون ضريفة يعني ما هتعذبكم بتمد معكم بكل سهولة ولا تخافوا يعني ما حايت تطلع لطحينة من قلبها لأنه يعني نحنا سكرناها مزبوطة من الأطراف بلفها بعدين بهالشكل هذا وبخلي الجزء المفتوحيك لتحت بضبه لتحت وبعمل الثانية بنفس الطريقة متل ما قتلكون قد ما مديتوا بيكون أفضل هلا بعد ما ما عملهم كلهم هيك بهالشكل هذا برجع بفردة بالشوبك بضغط عليها بالشوبك لحتى صير متل القرس شغلته كتير بسيطة وسهلة وشغل فيها حلو يعني ممتع ما حيتلبكهم أبدا شايفين كيف بتصير منظرة بيطلع وأدمرتوا بيكون أفضل كمان هذا هو شكلها هون أنا مجهزة كمان الصاج اللي بدي دخله على الفرن دهنته بشوية من الزيت بحطه هلا هيك بساوي الكل بهالطريقة وبتركون على جنب بعد ما انتهيت منهم كلهم حطيتهم هلا بالصينية بتدخلهم على الفرن بدخلهم على درجة حرارة 200 بشعل عليهم من تحت ومن فوق سوى الفرن ما بشتغل سوى ممكن تشغل عليهم بالبداية من تحت وبعدين من فوق بياخدوا تقريبا بين 8 ل 10 دقائق طالعتهم من الفرن هلا وهنا سخنين بدهنهم بشوية من الزبدة بيعطيهم هذا لمعة وبيعطيهم كمان طعم طيب فيكن تستغنوا عن هالخطوية اللي بيصير بدونها واللي بيحب كمان يزيد السكر أكتر ممكن بعد ما يدهنهم بالزيت يرجع رش على الوجه كمان شوية من السكر والقرفة اللي عملناهن مع بعض شغلتها كتير كتير بسيطة والطعم كتير طيبة الريحة هلا بتاخد ريحة الارفة بتجنن هاي الكمية كلها اللي طلعت معي من 3 أكواب من اللطحين هاي كامل الكمية شافين كيف بيكونوا طرايا متخافوا منهم ابدا ما رحيطلعوا قاسين منظرة شافين كيف من جوا بتكون كلها هيك طعمتها كتير كتير طيبة بتمنى يكون عجبكن شغلي لليوم إذا حابين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناةين قناة مطمخنا السوري وقناتي الله نتحلى